16 سنة ومكملين رحلة علم هدفها الحقيقة رحلة شارك فيها كل مصري جوى مصر وبراها ودائما المصريين موقفين معانا وفي ظهرنا بجدعانتهم المعروفة من خلال جمعية الشبكة المصرية ضد السرطان ECN اللي كان لها الدور الكبير في توفير الدعم من معدات الطبية وتطوير الأجهزة المميكانة للمعامل ومضخات المحليل في المستشفى وتجديد أسرة المستشفى بالكامل وتوفير جهاز CT Simulator لجهاز السيبر نايف ده غير جهاز الملاحة الجراحي لغرف العمليات واللي بيساهم في رفع نسب الشفى لأطفالنا من سرطان المخ غير أن ECN ساهمت في ميكانة الصيدلة بالزكاء الاصطناعي اللي من خلاله بيوفر وقت العينين وبيقلل من الأخطاء البشرية كمان توفير عربات حافظة لوجبات الأطفال بشكل صحي وآمن ECN ساهمت في تعليم وتدريب كوادرنا الطبية ومنها زمال الطب أورام الأطفال بالتعاون مع مركز بوستون دانا فاربر وساهمت في برنامج الصيدالي المقيم كشهادة مهنية متخصصة في علم الصيدالة الإكلينيكية الـ ASHB ده غير شهادة اعتماد الجودة الجي سي آي وبرنامج الفارم دي كشهادة مهنية متخصصة في علم الصيدالة الإكلينيكية لتحسين رعاية أطفالنا ده غير اهتمامهم الدائم بالأبحاث العلمية ورفع كفاءة أطبقنا ودعمهم لشراء الأجهزة الحديثة اللي بتعالج أطفالنا الدقة دور ECN موقفش عند الاهتمام بالجانب الطبي وهتمه كمان بالعنصر البشري في رحلة علاج أطفالنا وحربهم ضد السرطان علشان كده ECN وفرت منطقة ألعاب وعربات علشان حقهم علينا إننا ما نحرمهمش من طفلتهم شكرا لكل المصريين الجدعان